مرحباً اسمي نادية كان مصيري على وشك أن يتحدد بسبب عادة عائلية قديمة والتي لم أستطع محاربتها قد تسألون لماذا كنت مكتوفة الأيدي لأن أمي كانت تحتضر حسناً انهار كل شيء في اليوم الذي قرأت فيه مذكرات أمي واكتشفت جميع الأسرار التي كانت تخفيها ترعرعت في عائلة تقليدية قديمة الطراز لكننا كنا سعداء جداً كنت الأصغر في العائلة ولطالما أعارني أبواي وإخوتي الأكبر كل الاهتمام توفي والدي بطلي الذي علمني كل شيء في الحياة بما في ذلك الرياضيات والعلوم ومعنى الحياة مات وهو يخدم بلادنا في أرض أجنبية لم يكن بطلي أنا فقط بل إن وفاته جعلت منه بطلاً وطنياً أيضاً لقد دمرني فقدانه كان أبي كل شيء بالنسبة إلي وكنت طفلته الصغيرة المدللة أشتاق إليه كثيراً وأبكي على موته في العديد من الليالي أشعر بأنه ترك فجوة كبيرة في حياتي بعد فترة قصيرة من وفاة والدي بدأ أخواي وظائف جديدة وانتقلوا إلى بيوتهم مع عائلاتهم ومكثت أنا مع أمي التي كانت مكسورة القلب ليس فقط بسبب وفاة أبي بل أيضاً لأن أبناءها قد تركوها انقلب كل شيء رأساً على عقب في ذلك اليوم المشؤوم عندما شعرت أمي بدوار بسيط وذهبت لترتاح منذ ذلك الحين أصبحت متعبة طوال الوقت وغير قادرة على أداء الأعمال المنزلية لذلك اضطررت إلى تولي جميع الأعمال المنزلية بدلاً عنها ذهبنا لرؤية العديد من الأطباء وقاموا بإجراء كل اختبار ممكن وكان انتظار النتيجة بمثابة عذاب مطلق لكنهم اكتشفوا ما الخطب وأكدوا لنا أن العديد من الناس ينجون من هذا المرض ويستعيدون صحتهم وأكدوا لنا أنها في أيدي أمينة في النهاية سمحوا لنا بالذهاب للمنزل احتاجت للراحة فوعدتها بأني سأهتم بها على أكمل وجه بعد كل شيء كان إخوتي مشغولين جداً في وظائفهم وحياتهم الخاصة حتى يقلقوا بشأنها في أحد الأيام أثناء رعاية لأمي أوقعت كأساً فارغاً على السجادة بالخطأ فرأيت شيئاً عالقاً بين المرتبة والسرير ماذا يمكن أن يكون؟ كنت أتساءل ما إذا كان كتاباً قديماً كانت تقرأه بعد العشاء نامت أمي لذا حاولت إخراج الكتابة لأعيده إلى رف الكتب الخاص بها لكنه كان لديه قفل صغير يا له من أمر غريب شعرت بالفضول لذا قمت بفتحه قليلاً فقط لأكتشف أنه ليس كتاباً على الإطلاق يا إلهي لقد كانت مذكرات أمي القديمة ضحكت لأني لم أتوقع ذلك من أمي كنت أتوق لقراءتها لكني أعدتها على الفور مع مرور الأيام ازداد فضولي لدرجة أنني بدأت أحلم بما قد يكون في تلك المذكرات لذلك في إحدى الليالي وبعد أن ذهبت أمي للنوم لم أستطع الانتظار ليلة واحدة كنت أريد فقط أن ألقي نظرة خاطفة أخذت المذكرات إلى غرفتي جلست على سريري وبدأت القراءة كانت تحتوي على كل التفاصيل التي كنت أتمنى أن أعرفها عن أبي كل شيء عن كيف عاد من الحرب ورآها وكيف وقعا في الحب فجأة خطرت على بالي فكرة وأسرعت إلى النهاية لمعرفة إن كتبت شيئا مؤخرا فقد كانت مريضة ولم تبح لنا بما كانت تمر به فتح تلك المذكرات كان خطأا أندم عليه حتى اليوم لأنني كلما قرأت أكثر كلما اكتشفت أشياء لم أرغب في معرفتها أبدا أول شيء مروع اكتشفته هو أن أمي تحتضر كيف يمكنها أن تخفي علينا الأمر لم أصدق ذلك على حد علمي أن صحتها كانت تتحسن أغلقت المذكرات وحضنت وسادتي بشدة سأصبح وحيدة في هذا العالم لماذا يتركني الجميع؟ في تلك الليلة بكيت حتى غفوت عندما استيقظت بعد بضع ساعات كانت عيناي منتفختان لم أرغب في النهوض من السرير أو فعل أي شيء على الإطلاق أدرت رأسي إلى الجانب الثاني من السرير فكانت المذكرات لا تزال هناك فتحتها وبدأت القراءة اعتقدت أنني قد قرأت الجزء الأسوأ ولكن بعد ذلك توقف قلبي للمرة الثانية لم يكن الأمر فقط أن أمي تموت سراً بل كانت قد كتبت وصية وجدتها مخبأة في مغلف صغير مثبتاً مع مذكراتها كان قلبي ينبض بينما كنت أقرأ محتوى الوصية احتراماً لتقاليدنا سأترك كل ما أملك لولداي العزيزان هذان الشابان القويان كم أنا فخورة بهما قلبت الصفحات عدة مرات باحثة عن اسمي في أي مكان لكني لم أجده كنت في حالة صدمة كاملة لم تعترف بي أمي لم أصدق أني كنت بلا قيمة بالنسبة لها لماذا كان أولادها الأعزاء أكثر أهمية بكثير ألم تلاحظ من الذي يعتني بها ليلاً ونهاراً زحفت تحت ملاءات سريري وبكيت وبكيت لم أعرف كيف سأتعامل مع ما اكتشفته أعني كانت تموت لم أستطع أن أطلب نصيبي من الإرث عندما كانت أمي تستعد لموتها طررت للعناية بها لكن هل فعلاً أرادت ذلك مني؟ لكنها كانت دائماً تخبرني بأنها تحبني كانت مشاعري متضاربة وكان رأسي يدور ويدور مرت عدة أيام وأنا أشعر بأني نصف إنسان أنظف المنزل أحضر العشاء لأمي أغير لها كمادات رأسها المبللة أجلس بجانب سريرها وأقرأ لها الكتب لكني كنت فارغة من الداخل كان عقلي يطرح الأسئلة مراراً وتكراراً بينما كنت أستمع للتلفاز في إحدى الأمسيات سمعت هذا الداعية يقول يجب أن نكرس أنفسنا لمن نحب ويجب أن نعطيهم دون توقع أي شيء بالمقابل خاصة إن كانوا بحاجة ماسة لنا بدأ ذلك منطقياً بالنسبة لي ولم أستطع التوقف عن التفكير بأمي رغم صعوبة الأمر كان علي أن أكون قوية من أجلها لأني أحببتها وأيامها الأخيرة كان لابد من أن تكون مليئة بالفرح على قدر الإمكان وليس الحزن الكلمات احتراماً لتقاليدنا في مذكرات أمي ظلت تتكرر في رأسي مراراً وتكراراً كان لابد من أن أفهم ما الذي كانت تعنيه قمت ببعض الأبحاث على شبكة الإنترنت وفي المكتبة حول ثقافتنا واكتشفت أنه لسنوات عديدة كانت هذه طريقة حياتنا كشعب كانت أمي تجسيداً لتقاليدنا احترم منهم أكبر منك سنن اغسل يديك صلي عشاء العيد كل هذه الأشياء كانت مهمة بالنسبة لها لن يكون هذا الأمر مختلفاً أحببتها كما كانت تقبل هذا كان صعباً لكن الحقيقة هي أن أمي بأمس حاجة لي في هذا الوقت وكان لابد لي من نسيان الأمر في العطلة التالية جاء أخواي للمنزل وجهزت وجبة عشاء تقليدياً جيد وانضمت لنا أمي عندما أصبح جاهزاً نظرت إلى إخوتي وهم يستمتعون بالعشاء الذي كنت قد صنعته كانوا يضحكون بسعادة وهناء لقد أمطروا أمي بكلمات لطيفة وكنت أرى كم جعلها هذا سعيدة بعد فترة وجيزة ذهبت إلى غرفتها لأنها تعبت جلست هناك مع أخواي أحضقوا بهما بغضب في عيناي فسألاني عما يحدث وبدون أن أشعر انفجرت في وجههم أطلقت عليهم كل الألقاب السيئة ثم بدأت بالصراخ عليهم قائلة تركت لكم أمي كل شيء تملكه كيف لها أن تتجاهلني هكذا؟ لم تترك لي شيئاً ألا تحبني؟ كان إخواني في حيرة من أمرهم وبعد فورة غضبي قررت أن أخبرهم بما اكتشفته كانوا يعرفون مسبقاً بأنها تموت لكنهم فوجئوا بنفس القدر بشأن الوصية قال أخي الأكبر بصوت شديد لا تخبريها بأنك تعلمين لا داعي بأن نجعلها تقلق خاصة في هذا الوقت سنعمل على تصويب الأمور فأنت عائلتنا أنت أختنا الصغرى أنت واحدة منا هل سبق أن شككتي في أننا سوف نعتني ببعضنا البعض؟ يجب أن نقف إلى جانب بعضنا ويمكنك أن تأتي لتعيش معنا هز أخي الآخر رأسه وابتسم وتعانقنا عناقاً مطولاً توفيت أمي بعد فترة قصيرة من تلك العطلة لا أستطيع أن أقول أنني كنت غاضبة منها بسبب الوصية بعد كل شيء أعطاني إخوتي نصيبي العادلة دون تردد قالوا لي أنه لا يمكن لأي شيء في العالم أن يقف بيننا خاصة ليس المال بغض النظر عن التزامها بالتقاليد لا أشك في حبها لي هل سبق أن اكتشفتم سراً مهماً عن شخص تحبونه وقد خبأه عنكم لفترة طويلة؟ كيف أثر ذلك بكم؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر